ليس للتشريع فقط يبدو أن البرلمان الأوروبي سيجد نفسه مطلعا بمهام أخرى غير تلك التي تدخل في صميم صلاحياته بقرار تنصيب نفسه طرفا مدنيا في محاكمات نوابه المتورطين في فضيحة ماراكو جايت لعله يزيل به قتامة المشهد الذي اعطل قبتها ويبرئ نفسه من تهم فساد مالي سقط فيها بعض نوابه الذين باعوا أصواتهم في البرلمان الأوروبي مقابل رشاوى ومزايا لتهتز أركان مبنى ستراسبورغ بفضيحة غير مسبوقة بطلها نظام المخزن العملية جارية يعتزم البرلمان اتخاذ الخطوات الداخلية ذات أصل لتحقيق هذه الغاية ولم يتم تحديد موعد نهائي لهذه الشكوى ولا اسم المحامي الذي سيمثل البرلمان شناعة الفضيحة التي أخذت أبعاد عالمية دفعت الهيئة التشريعية في الاتحاد الأوروبي إلى إقرار آليات تنظيمية وأخرى قانونية في محاولة لضمان شفافية العمل داخله مستقبلا ومنع تكرار ماراكو جايت التي كشفت خيوط الشبكة فساد تديرها الرباط داخل أروقة البرلمان وأسقطت لحد الآن خمسة من نوابهم بينهم نائبة رئيس البرلمان في انتظار أن يتم تحدد موعد نهائي لإداع الشكوى واسم المحامي الذي سيمثل البرلمان في الأيام القليلة المقبلة لتضاف هذه الإجراءات إلى أخرى أعلن عنها البرلمان الأوروبي منذ شهرين كانت بدايتها بإقرار مشروع مجموعة إصلاحات لتعزيز مراقبة أنشطة الضغط داخل المؤسسات من بينها قرار منع البعثات الدبلوماسية المغربية من دخول مقرات ومؤسسات البرلمان الأوروبي مع تعليق حصانات حتى تتمكن المحاكم من انتزاع مزيد من الاعترافات وكشف ما بقي من خبايا القضية ومدى الفساد الذي زرعه المخزن داخل دوائر أعلى هيئة تشريعية أوروبية ترجمة نانسي قنقر